اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 ثقاف موسيقى 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 يعني هذا مش جديد إنما يعني شو سبب أسبابه كتيري أسبابه كتيري لو نظرنا نحنا للنظام الداخلي فيما يتعلق بحماية اللعبة بحماية اللعبة مش بحماية الفرق عم بيتم حماية الفرق ببعض القوانين فيما يتعلق بالنظام الداخلي على حساب الحكام على حساب أشياء تانية عم نحكي عن النظام الداخلي طبعا الاتحاد نعم النظام الداخلي على اتحاد ضمنين لكرة القدم هيدا الاتحاد نعم بتعتقد فيه مصالح بين الاتحاد والفرق طبيعي في جمعية عمومية في انتخابات في مراصب هادي طبيعي هادي مسلمات مثل ما موجود عندنا على الان طيب اليوم الاتحاد اخذ اجراءات بحق نادي النهضة مثلا اجراءات مالية وقف يوسف عمر لمدة سنة وحسن خليني استعرضك حسن حوة باتاهد وناها تساعد ومصطفى الحاج ومشان حوة وغيره انا حافظهم هيدولي كل هودة ضربوك لا لا مش كله كم شخص بس بحب اعرف لانه كمانا اللي هجم طبعا في شتائم في محاولة ضرب في اداريين يعني حتى بعض اداريين ضربني بالستبري اذا بترجع على المشاهدة وزرب يعني سبب لي اذب بهالضربة هايدي شو كيف موقف عائلتك يوم عائلتك انجباري تتشوف هايك مشهد قبل ما انتقل لعائلتي هلا بحكيك في موضوع عائلتي عفوا يعني بس فيما يتعلم مقرارات الاتحاد مقرارات الاتحاد اللي هي فعلا خجول ومش كيفية اللي بيعتبر الاتحاد انه هايدي بيعتبرها عقوبة قصوية عقوبة قصوية يعني يعني اليوم بيقول لك انه انا ما حصل مرة ما حصل باي مقرارات اني انا بغيب فريق عن ارضه خلال سنة يعني خلال سنة لو استعرضنا نحنا كل بند ببنده بنشوف انه ما في يعني من له كيفية يعني اقافة 8 لعبين 8 مباريات رسمية اول 8 مباريات رسمية يعني انت اليوم وقفت اول مباراة توقفوا يعني فيه 7 مباريات للعام جديد عام جديد عن كل لعب يقدر يقدر يلعب بغرامي 250 الفيرة يعني 7 لعبين بيتوقفوا كل لعب بيقدر يلعب بغرامي بيتفع بدل مالي 250 الفيرة يعني نوع من وهم هيدا اللي يطلع الكلام فيما يتعلق فيما يتعلق بالإدارة لمدى الحياة هذا موقوف للألفين واربطعاش شو كان عم يعمل بالملعب اصلا فيه مخالفة بوجوده بالملعب نعم فيه مخالفة هو موقوف للألفين واربطعاش عندنا الملاعب يعني فينا نضبطه في مكان ما لو كنت وفرت القوة الأمنية ما كان سا فيها التسييب دب اليوم شو ما وقف اليوم عائلتك ما علي يعني أنا بس بحب إحكي عن الإنساني اليوم عائلتك وزي ما بعفز عندك أولاد اليوم عم يحضروا أنا لقل لك شغلة شايفوا عائلتي أنا صحيح شايفوا الفيديو في أنا جيت عشية عالبيت زوجتي عم بتقلي بنتي اللي عمرة 9 سنين عم بتقلي زوجتي لأنه بدي أقول لك شغلة ما تزعلك بتقول لك خير شوفي قالتلي أنه أنا بنتك لحظة مشاهدة على التلفزيون قاعدة مقابيلي صرخت صرخت صوت كبير وباتجاهي وتعيد بابا 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 وصارت تبكي بتقول بدي بابا بدي أشوف بابا وطعبت أمه إلى حد يعني هذا اللي بيقدر قل لك بيوصف يعني يمكن الكل بيقدر يعيشوا هذا كل أب بيقدر يعيشوا كل إنسان بيقدر يعيشوا بالإضافة يعني اليوم مبارع عم بتقولي بنتي بابا مبارح بالصف عم بيقولولي بالرفيق عم بيقول للمعلمة إنه أبوها لنور ضربوه بالملعب جاي على البيت طبعا بتأثر على العائلة وتأثر على الحالة النفسية طبيعية طبيعية زوجتي أنا بدي إلا لنور أول شيء الليلة إذا عم تسمعني نور كوني فخورة ببيك وبيك رجل شهم قدم استقالته ورفض هذا المشهد ونحن بدأ نعتذر مننا لنور على الصورة البشعة للأسف للجيل الجديد عم يربع لي لنحن جيل الشباب عم نفرجيهم هيد الصورة البشعة اللي كان لقلهم أو للإعلام برا كلمة أخيرة لقلك أستاذ بشير حضرتك قدمت استقالتك لا رجوع عن الاستقالة طبيعي أنا لا رجوع عن الاستقالة هو الهدف منه طبعا إتي بتعرف بيستجو أنه لتحقيق الأهداف السامي والنبيلي لابد من تضحيه وأنا بعتبر صرختي هيده هو موقف هو لحماية اللعبة وحماية زملائي الحكام ما بتعتقد رح تروح استقالتك وينسوا ويكملوا بكمبيناتهم ويكملوا بمصالحهم الرياضيين للأسف لو ما تحقق بنسبة عالية أنا بقدر أكد لك بأكد لك أنه بنسبة معينة أنا بقل لك أنه هذا الشيء ممكن حيصير وحيصير فيه تعديل بالنظام الداخلي برجع كمان بطالب عبر شاشتكم أنه بطالب عدا أنه تعديل النظام الداخلي فيما يتعلق بحماية الحكام حماية الأشخاص تنين غير الفرق الجهاز التحكيمي الجهاز التحكيمي لأنه اليوم أنا شو بدي أقول بكرة لأي حكم زميل لألي صح إذا أنا ما قدمت صرختي نعم بالوضع اللي أنا عشته أنا إذا ما قدم صرختي كيف بدي أحمي أطفال حكام زملائي لألي كمان عفوا بدي أطعك ما ما بقنا نسلم الهوة أنا بطالب بلجنة للحكام لجنة مستقلة مثل ما القضاء مستقل طبعا استقلالية الحكام أستاذ بشير أنا بشكر حضورك أستاذ بشير أواصة وبرجع بقلك حضرتك حكم سابق ومع للشي لازم تفتخر بالقرار اللي أخدته ونحنا ندعمك بهذا القرار ونحنا نفتخر فيك الليلي بانتحر وكل اللي بلانيين بيفتخروا فيك لأنك فضلت مصالحك على أنك تخرج بكرامتك وأنا بحييك الليلة وبشكر حضورك قبل ما أختم خلييني وضح كم شغلي بخصوص قضية الأستاذ مرشد ظاهر بالتحديد وشركات التسليف بشكل عام أولا بالنسبة لمرشد ظاهر أرسلنا وراء شركته الوراء من الناحية الأنونية مضبوطة مثل كل الشركات اللي مغطاية بالأنون ولكن معظمها يمارس معظم هذه الشركات يمارس لاحتيال تحت غطاء أنوني ست ماري ران عقل اللي طلعت معنا اتصال من قطر بالحال أو اتهمت مرشد ظاهر بأنه دبرنا شغل بشركة وهمية أول شيء تأكدنا من صحة وجود هيد الشركة بقطر طلعت الشركة فعلا موجودة بعكس ما قالت ونحن أرسلنا شخص لحتى يتأكد الشركة اسمها قطر لاين وجميع مستنداتها موجودة وموقعة وبحسب سيد مرشد ظاهر آه في مشكلة بينه وبين ماريليلين وصار تخترع حجج ما بعرف وتبتز الشركة بمبالغ مالية والشركة رافعة دعوة في دعوة قضائية عليها وزوادتنا منسخة عنها خلا المحكمة تكون الفصل بينته ولكن يلي لازم يعرفه استاذ مرشد الظاهر أنه احنا ممنقبض من حدا مصاري احنا ممنرتشي من حدا وما حدا بيتفشنا لحتى نطرح أي ملف إن كان علاقة وعلى غيره وعلى شركته والأهم هيدا الملفات ما رح تتوقف ببرنامج انتحر برجع أكدو أنه بالوقت الحالي ما فينا نعمل أكتر من هيك لأنه يلي بيشتغل بهالأمور عارف كتير منيح كيف يهرب قانونيا ويزبط أوضاعه ويحمي حاله مشان هيك المطلوب من الناس ركزوا معي توعى كتير منيح وما توقع ضحايا للمرابات والنصب والاحتيال متل ما قلته برجع بقول انت حر ما بيترك أي مظلوم مشان هيك نحنا اتصلنا بمراجع قضائية عالية جدا وبعتنالهم الحلقات كلها السابقة مشان هيك أنا الليلة بقول لكل اللي اتعرضوا للنصب والاحتيال من شركات الوظائف والتسليف المطلوب منكم من بكرة ونحنا دعميكم ترفعوا دعوة على كل حدا محتال كل حدا احتال عليكم ونحنا أخذنا وعد من هالمراجع القضائية انه حتى لو القانون مش واضح بهالخصوص رح ياخدوا إجراءات فورية أول ما يرفع دعاوة ونحنا أي حدا بيرفع دعوة رح نعلن عنا على الهواء ونكمل للآخر معكون والمطلوب كمان من وزارة المالية تحط إيدها على هالملف وتنظم هالقطاع وتحمل الناس خاصة وأنه القانون مش واضح لحتى يحميهم وما حدا يجربنا إذا نحنا منسكت على ملف وما حدا بقدر يسكتنا ومعركتنا نحنا والناس ضدها الشركات رح نحولها على القضاء وإلى العلن بعدين بانتحار ابتداءا من بكرة قبل ما نفي النقطتين بشكل سريع اللي زي ميحكي فيهم الليلة أول نقطة كافيتاريا الجامعة اللبنانية اللي من بعد ما عملنا معركة لننظف هالموقع ونخلص الناس من صلبطة بعض الأشخاص وخاصة تلميز الجامعة اللبنانية على هالكافيتاريا من صلطين عليها كانوا محتلينها اليوم الطلاب قاعدين بلا كافيتاريا من وقت ما داهم الجيش وأخلى الكافيتاريا من بعد ما كان في وعد أنه تتلزم لشركة خاصة بعد ما تم التلزيم يعني نحن صرنا حاسين بالزنب صراحة حضرت رئيس الجامعة اللبنانية بناشتك الليلة مباشرة على الهواء عبر الأثير عبر انتحر التلميز عم يسألوا ليش بعدهم بلا كافيتاريا بليز بتمنى نلاقي جواب على هيدا السؤال والنقطة تانية والأهم الشق الأمنة بلبنان تحديدا الخطف يلي إن شاء الله مثل ما موعدين فيه قرار حاسم لحتى يلقطوا كل اللي عم يخطفوا يلي بيطمن أنه فرع المعلومات أصبح عنده المعطيات الكاملة والأسماء والتفاصيل وبلش عملية القبض على عدد منهم والعصابات كبيرة يعني حوالي خمسين شخص بعد فيه ولكن الأهم الليلي قضية داتا الاتصالات شو يعني داتا الاتصالات ليش بره بكل الدول تنعطا داتا الاتصالات للأجهز الأمنية كلها لحتى يلقطوا المجرمين يلقطوا الخاطفين يلقطوا العصابات يلقطوا إرهبين إلا عنا بلبنان بلبنان لازم نسيس الموضوع بلبنان لازم حتى بالموضوع الأمنى نحسب الأجهزة الأمنية على فريق سياسة معايا لازم تعرفوا لازم كلنا نعرف إنه السياسة وسياسة الحكومة هي اللي نبطأ قضية الجرائم الداتا يلي ضاب بينا وما بنعرف ليش هي اللي عم بتسهل للمجرم يعمل اللي بده إياه ولما علوماتكم من وراء قضية الداتا بلبنان صاروا بيحكوا من الخط وبيكبوا السيم كارد وصاروا بيحكوا أوقات من بيروت وبيكون المخطوف اللي حمينا مش لحتى حدا يتسلى فيها ومش المهم أنك تكون حر مهم تلبق لك الحرية اشتركوا في القناة